مثلاً رجاءً أولاً الإسم والمهنة وسؤالك أنا أدوس ياغو أنا دبلوماسي في الصفارة الهندية مع فائق احترامي لجميع الناس والسيدات المتواجدين في القاعة سوف أعبر فقط عن وجهة نظر وأتمنى من دكتور ذاكر أن يحملها معه لقدرته على الوصول لمشاهدي العالم دكتور ذاكر بدأ بالقول أنه لحوار بين عدة حضارات أو عدة ديانات مختلفة جميعنا يجب أن نصل لنتيجة مشتركة وبهذا المتحدث صرح وبرر أنه كيف أن عيسى ورام والنبي محمد كلهم متساوون حتى أنه ذهب ليوضح الدعم من بعض الكتب المقدسة الهندية والمسيحية ليبرر وجود أو مكانة النبي محمد كل هذا جيد لكن قد استمعنا خلال السنتين أو الثلاثة الماضيات لعدة مؤتمرات أقيمت في مناطق مختلفة من العالم نقطة البداية ليست بالقول هل جميعهم آلهة؟ هل جميعهم متساوون؟ أو أن بعضهم أعلى والآخر أدنى؟ ألا شخصيا أشعر أن أحد من المتواجدين هنا في القاعة قد رأى آلهتنا المحترمين المسلمون لم يروا النبي ولا أنا كهندوسي رأي طرام ولا المسيحيين رأوا عيسى والعامل الأهم والذي أطلب من المتحدث أن يضعه في الحزبان في محاضراته القادمة الإنسان والطيبة بيننا عندما صرح المتحدث أن الهندوس يقولون كل شيء إله يعنون أنه يوجد عصر طيبة بيننا كلنا عند ثغزيته يجعلنا قريبين من الآلهة شكرا 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 لكم أريد أن أشكر أخانا من السفارة الهندية وشكرا على تعليقاته وذكر بأن أغلب حوارات الأديان قال بأنه يتفق أنني أحاول إثبات التشابهات أحاول إثبات أن النبي محمد والنبي عيسى أنهم رسل نعم نتفق على هذا رام قد يكون أو لا يكون تستطيع العودة لمحاضرة التشابه بين الإسلام والهندوسية ربما وربما لا وإن كان فقد أرسل للناس في ذلك الوقت لكن قال أنه في حواراتنا عن الديانات لا نتناقش عن الآلهة لا أحد هنا رأى رام والمسلمون لم يروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسيحيون لم يروا المسيح عيسى عليه السلام لكن علينا الكلام عن الصفات التي يقدرها الناس القيم الإنسانية الطيبة وقال أن الهندوس يقولون كل شيء إله الطيبة موجودة في كل شيء ذلك ما تقوله أنت وليس الكتب المقدسة وصولا لنقطتك أنا أتفق معك أولا نتكلم عن صفات الإنسان الجيدة لا يكون المسلم مسلما بحق إلا أن يكون إنسانا جيدا الواجب الأول على الإنسان هو أن يشكر خالقه الإله العظيم إن كنت لا تستطيع شكر وعبادة خالقك الإله العظيم ما فائدة مساعدة جارك لا فائدة من ذلك عليك مساعدة جارك عليك مساعدة الفقراء لست تضد ذلك لكن إذا كنت تقلل من احترام الآخرين ولا تستطيع شكرهم لا تستطيع عبادته كل أعمالك لا قيمة لها ما دمت تقلل من احترامك للإله لهذا السبب ذكر في الكرآن في صورة النساء رقم 4 الآية رقم 48 وصورة النساء رقم 4 الآية رقم 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أعظم ذنب في الإسلام هو الشرك الشرك بالإله كذلك ذكر في الكرآن في صورة المائدة رقم 5 آية رقم 72 لقد كفر الذين قالوا إذا الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومهواه النار وما للظالمين من أنصار إذن أعظم ذنب في الإسلام هو الشرك نفس الشيء ذكر في الكتاب المقدس ما اقتبسته لك يجب عليك أن لا تنشأ صورة عني نفس الشيء مذكور في الفيدا فعند كلامك عن صفات الإنسان أفضل صفة هي صفة شكر خالقنا الإله العظيم لا يحتاجنا أنا وأنت سوف تسألني إذن لماذا علي أن أشكره الناس تسألني لماذا تقول الله أكبر لماذا علينا أن نصلي للإله أقول لهم انظروا في الإسلام إن صلينا للإله أو لم نصلي لا فرق لله سبحانه وتعالى عندما أقول الله أكبر هو أساسا الأعظم بقولي الله أكبر لا يحصبح أعظم لماذا نقولها هل تعلم لماذا نقولها لأنني عندما أعظم أي أحد عندما أقول عن أي شخص عظيم إنها طبيعة بشرية أنا أتبع أوامره مثلا إذا أصيبت أمك بأزمة قلبية وفردا هناك رجل عمي قال لك افعل كذا وكذا هل ستفعل؟ في الجهة الأخرى أنت تعرف شخصه أفضل وأشهر طبيب قلب في العالم وأعطاق وصفة دوائية هل ستتبع تعليماته أم تعليمات الرجل العادي؟ طبيعيا ستتبع وصفة أفضل وأشهر اختصاصي قلب في العالم في لحظة معرفتك بشهراته ستتبع وصفته في حالة الأزمة القلبية لك لذلك سبب تعظيمنا لله ليس لأنه سيصبح أعظم عندما نعظم الله في لحظة تعظيمه سنتمع أي أوامر أعطانا إياها في الكرآن لذلك علينا أولا أن نعرف من هو إلهنا العظيم وبعد ذلك يجب علينا اتباع أي شيء يأمرنا به ولذلك فإن كلمة مسلم تعني الشخص الذي يخضع إرادته للإله المسلم ليس بإسمه ذاكر عبد الله محمد سلطان مسلم تعني الشخص الذي أخضع وسلم إرادته للإله العظيم الآن ما هو الجيد في الخضوع؟ ما تعتقده جيدا قد لا أعتقده أنا جيدا من سيقول ما الجيد وما السيء؟ هل تريد أن تتحاور؟ أفضل شخص يحدد ما هو الجيد وما هو السيء بالنسبة للبشر هو خالق البشر الإله العظيم فإن لم تعلم من هو الإله العظيم الحقيقي وما هي سماته يجب أن تعبده وحده بالطريقة التي يجب أن تعبده فيها كل معايير البشرية لا فائدة منها المعيار الأول هو شكر الخالق الإله العظيم هذه أفضل صفات البشر وما هو الجيد والسيء لنا ستختلف به الآراء حتى الأطباء يختلفون أفضل الأطباء هو خالق البشر الإله العظيم هو يقول لك الخمر حرام في الفيدا في الكتاب المقدس في الكرآن لا تشربه يقول لحم الخنزير محرم في الكتب المقدسة الهندوسية الكتاب المقدس في الكرآن لا تأكله الكمار محرم ما الجيد وما السيء كيف ستعرف إنه الخضوع لذلك هناك سؤال هل يدخل الناس الطيبون لجهنم؟ هذا السؤال فأسأل ما هو الجيد مقارنة بما يظنه الناس جيد جيد نحب بعضنا لا مشاكل الذكور والإناس يختلطون الأفلام الإباحية لا مشكلة كل شيء جيد إذن هذا ما تقول أنه جيد لا مشاكل في الاختلاط الشزوز الجنسي كل شيء جيد وناس طيبون كهؤلاء بالتأكيد سيدخلون جهنم أولا يجب أن تدرك بالتعريف ما هو الجيد إذن هل يزعب الناس الجيدون لجهنم؟ إذا كانت هذه المعايير طبطهم ترجمة نانسي قنقر